هذا وسهدفت غارات جوية محيطة مطار غزة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع ويأتي ذلك بحسب ما نشرته قناة القهرة الإخبارية ما ينظر ببدء قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المدينة في إطار ما أسماه بعملية محدودة النطاق يأتي إجلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين من رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة متحدياً التحذيرات الإقليمية والدولية لهكذا عملية ووفقاً لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن عمليات الإجلاء تتركز على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين مصر ومنذ بداية الأزمة قبل أشهر سارعت بالتحذير من العواقب الوقيمة لمثل هذا الإجراء لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية لسكان القطاع وأكدت مصر على أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من خلال جولات من المفاوضات التي تستضيف أغلبها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتبادل الأسرة والمحتجزين بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية ورغم أنها الداعم الأكبر لإسرائيل أعلنت مرارا معارضتها أي عملية برية بمدينة رفح الفلسطينية دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين وأكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين أنها تعمل على إيجاد حلول لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين فضلا عن حث إسرائيل على السماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع وتعد مدينة رفح آخر ملازل للنازحين في القطاع المنكوب فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بالدعاء أنها مناطق آمنة واليوم تطلب إسرائيل من أكثر من مليون وأربعمائة ألف فلسطيني ترك تلك المناطق التي وصفت سابقا بالآمنة والتحرك إلى مصير مجهول محاط بالموت والدمار من كل مكان